انتهت قمة لقاءات الجولة الثانية عشر من دوري استيسي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي ليتأخر بذلك القادسية على المتصدر العربي بفارق سبع نقاط إلى التفاصيل على استاد ثامر بنادي السلمية فرض التعادل السلبي نفسه على قمة ختام الجولة الثانية عشر لدوري استيسي الممتاز لكرة القدم ما بين القادسية والسلمية القادسية رمى بثقله الهجومي واجتهاد كثيرا بينما السلمية بالجانب الآخر كاد أن يخطف المباراة بالهجمات المرتدة سجال كان مثيرا على مدار الشوطين وحتى اللحظات الأخيرة والتي شهدت توترا وبطاقة حمراء لنائب رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد بل كاد أن يسحب فريقه من المباراة توقف ثم عودة للعب توقف آخر للمواجهة بعد ذلك أتى نتيجة عطل في الكشفات الجانبية باستاد ثامر وبعدها بلحظات استمرت الإثارة حتى الثواني الأخيرة وهنا طلب السلمية بركلة جزاء توقف على أثرها اللعب أيضا وتوجه بعد دقائق طويلة حكم اللقاء الدولي سعد الفضلي لمشاهدة الفار وأتى القرار بعد مشاهدة الفار بعدم وجود ركلة جزاء استكملت المباراة بعد ذلك ويبدو أن الحظ وقف بوجه القادسية حتى مع آخر هجمة والتي تعمل قبيب عادها نجم المباراة حارس السلمية أحمد عادي لتنتهي المواجهة بتعادل سلبي ما بين القادسية والسلمية أنا أول شيء أشكر لعبيني أشكر لعبيني للأبطال خاصة في المباراة هذه نحتاج أن نكون نحن في نتائج إيجابية بعد النتائج السلبية التي تأثرت على الفريق وأنا أعتقد أن هذه خمس مباراة أو سادس مباراة لي ما لعبت فريق كامل يعني يعني من إصابات أو إيقافات بس أنا أعتقد أن التبديلات أو البدلة قدموا مباراة كبيرة خاصة من ناحية الدفاعية قلت لك الغادسية أن نطلع فيها النتيجة هذه إحنا ما يعنينا فوز العربي في الدوري ولا غير إحنا نلعب حق نفسنا خصوصا أننا في موقف لا يحسد عليه فإحنا ما يعنينا منه بطل الدوري إحنا يعنينا نفسنا وإحنا يعنينا نتائجنا إذن تعادل مخيب للآمال القدساوية والذي توقف رصيده عند الخمس وعشرين نقطة بالمركز الثاني ليكن أكثر المستفيدين من هذا التعادل العربي المتربع عن القمة موسع عن الفارق لسبع نقاط عن أقرب منافسه رادي شمري لتلفزيون دولة الكويت